حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حا وعبد الصمد حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه اثني عشر سنة وخلافة علي ست سنين رضي الله عنهم حثنا وكيع عن علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن سفينة أن رجلا صاط ناقته بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها حان إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أنه كان يحمل شيئا كثيرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سفينة حثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة يحدث أن رجلا ضاف علي ابن أبي طالب فصنعوا له طعما فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فأرسل إليه فجاء فأخذ بعضادتي الباب فإذا قرام قد ضرب بابه في ناحية البيت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجع فقالت فاطمة لعلي اتبعه فقول له ما رجعك قال فتبيعه فقال ما رجعك يا رسول الله قال إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جمهان حدثني سفينة أبو عبد الرحمن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما عاما ثم الملك فذكره حثن أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمران النخلي عن مولا لأم سلمة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى واد قال فجعتوا أعبر الناس أو أحملهم قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما كنت اليوم إلا سفينة أو ما أنفى إلا سفينة قيل لشريك هو سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها حثنا عفان أنا حماد بن سلمة أنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكلما أعيى بعض القوم ألقى علي سيفه وترسل ورمحه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث أبي كامل فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأ قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي ألحقه فقول له لما رجعت يا رسول الله فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا حان أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش حثنا أبو النضر حدثنا حشرج أبن نباتة العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذلك ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة علي رضي الله تعالى عنهم قال فوجدناها ثلاثين سنة ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون فقلت لي سعيد أين لقيت سفينة قال لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج فأقمت عنده ثماني ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له ما اسمك قال ما أنا بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سفينة قلت ولم سماك سفينة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي ابسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل فإنما أنت سفينة فلو حملت يومئذ وقرب بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يجفو حثنا أبو النضر حدثنا حشرج حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبل إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه اليسر بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار فناره جنة وجنته نار معه ملكاني من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء أبائهما واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنة فيقول الدجال ألست بربكم ألست أحيي وأميت فيقول له أحد الملكين كذبت ما يسمعه أحد أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون إنما يصدق الدجال وذلك فتنة ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقابة أفيقى حثنى علي بن عاصمين حدثني أبو ريحانة قال أبي وسماه علي عبد الله بن مطر قال أخبرني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع من الجنابة حثنى إسماعيل بن إبراهيم حدثن أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد حثنى بهز حدثن حماد بن سلمة عن سعيدي بن جمهان عن سفينة قال كن في سفر قال فكان كل ما أعيى رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة حثنى بهز حدثن حماد أنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة أن رجل ضاف علي رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لعلي لو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فداعوناه فجاء فأخذ بي عضادتي الباب وقد ضربنا قراما في ناحية البيت فلما رآه رجع قالت فاطمة لعلي ألحقه فانظر ما رجعه قال ما ردك يا نبي الله قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا حدثنا أبو كامل بمعنه قال إنه ليس لي أو قال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ترجمة نانسي قنقر